اهلا فيكم حبايبي برج الجدي اليوم رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج الجدي ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكي فيها تكون طاقتها وشابها لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في في الفيديو اشي رسالة او اشي معين ميسيج معين انت تحس انك ممكن تنربط فيه او بتحس انه بيوجه طاقتك صح فانت خد من الفيديو فقط اللي بتشوفه مناسب لإلك وترك الباقي رح نشوف طاقتك وطاقت الشريك وبعدين خطواتكم في المستقبل وشو مصير العلاقة او شو ممكن يصير بينكم في المستقبل اوكي رح نبرلش بطاقتك انت يا برج الجدي ورح نشوف طاقتك الحالية وشو اللي بتحس فيه عم تمر فيه بالوقت الحالي برج الجدي عم تحس انك مربوط باشي معين مربوط بشخص معين مربوط بطاقة معينة طاقة انت مش مش مرتاح لإلها او يعني مش مش ايجابية انت عم تحس انك مربوط باشي معين ممكن المشاكل اللي بينك وبين هالشخص او النزاعات والخلافات اللي عم تمر فيها انت وهالشخص ممكن يكون سببها مادي ممكن من الناحية المادية فيه طرف منكم او انت عم تركز اكتر على الناحية المادية من هالشخص ممكن يكون سبب لك نوع من الجدالات والخلافات مع هالشخص لانه فيه شخص رافض عرض حب من نوع ما وممكن يكون انت اللي رافض ايضا عرض الحب من هالشخص فيه عندك بداية جديدة بالعاطفة عم تمر فيها او فيه عندك شخص جديد بحياتك حاليا ولكن عم شوفك انت رافض عرض معين منه او رافض للبعض منكم اذا مش عم تحكوا مع بعض ممكن تكون رافض الصلح بينك وبين هالشخص فيه من الناحية العاطفية برج الجدي او طاقتك كتير مسكرة او يعني مش منغلق منغلق على نفسك طيب بنا نشوف طاقة الشريك او شو اللي ممكن عم يمر فيه حاليا الشريك الشريك بيحس انه مقيد من الناحية العاطفية عم يمر بتغيرات صعبة الحبيب او الشريك تغيرات باساسات حياته ممكن يكون باساسات عائلته ممكن يكون ايضا فيه مكان المعيشة عم يمر بتغيرات كتير جذرية ايضا هالشخص متحفظ على مشاعره وممكن يكون ايضا متحفظ من الناحية المادية للبعض منكم البعض منكم ممكن يكون فقط التحفظ من يعني من الناحية العاطفية هالشخص فيه كتير اشي بيحس فيها مش مش عم يحكي فيها عم شوفه كتير منغلق وكتير منطوي على حاله وبيفضل كتمان مشاعره وبيفضل ما يعبر عن جميع جوانب حياته او عن جميع ما بيحس فيها الشخص بشوفه ايضا شخص ممكن تكون طاقته نارية ممكن يكون برج ناري لانه مندفع بخطواته بيحب دائما يتقدم الى الامام ممكن يكون هالشخص ايضا شوي متهور انت بتشوف ايضا ان هالشخص بيخبي كتير دامون كارد هالكارد بيحكي عن الجانب الاخر للحقائق فممكن هالشخص عم يخبي او هو عم يكون متحفظ باشي معينة ممكن للبعض منكم برج الجدي ممكن يكون هالشخص متحفظ على انه يحكي معك او يصارحك على وضعه المادي عم شوفه ايضا مركز على روحانياته ممكن ايضا عم تتعامل مع برج العذراء لانه هالكارد بيتبقى برج العذراء فعم شوفه هالشخص عم يمشي فيه طريق لوحده لانه عم شوفه ايضا عم يبحث عن اشي بالظلمة او عم يبحث عن اشي في الظلام ممكن عم يحاول يكشف سر ايضا ممكن يكون عم يراقبك هالشخص من بعيد او عم يحاول يكتشف حقيقة عنك ممكن يكون عم يراقب السوشال ميديا تبعك لحتى يعرف اشي معين عم يبحث عنه اللي رح يكون بالنسبة له بمثابة تنوير او بمثابة انه اكتشف سر من نوع ما او اشي مثل هيك طيب ممكن يكون هون هون الوحدة من الاسباب او من الخلافات اللي صارت بينكم ممكن تفهم هون شو ممكن يكون الاسباب اللي مرت بينكم اللي ادت الى خلل بالعلاقة او الى عدم التفاهم بالعلاقة في طرف منكم او ممكن انتو الطرفين في عندكم صعوبة بالالتزام او بالارتباط بتحبوا الوايلد او بتحب انك تكون فري بتحبوا انتو الاثنين انكم تكونوا فري ومتحررين ما بتحب انك ما بتحبوا انكم تنربتوا باشي معين للبعض منكم ممكن تحسوا انو العلاقة شوية صارت كتير فيها تحكم او صار كتير فيها البعض منكم يعني انتو الطرفين مش مستعدين لانكم تاخدوا خطوة للامام او تطور العلاقة بينكم اكتر ايضا عم شوف بينكم كتير خلافات كتير جدالات كتير في منافسة منافسة وكأنو يعني انتو هو بدك تشوف او بدكم انتا او هو اللي تكون كلمتكم هي اللي مسيطرة او انتا اللي تكون متحكم بازدمام الامور فواحدة من الاسباب المشاكل بينكم انو انتو الاثنين بتحبوا انكم تكونوا مسيطرين على الامور وفي عندكم نظرة حادة باكتخاذ القرارات بالعلاقة يعني اذا صار في اي اذا صار في بينكم اي اشي مش عم يمشي بالطريقة اللي انت بدك اياها او مش عم يمشي بالطريقة اللي هو بده اياها بيصير في مثل الججمنت مثل الحكم قاسي بينكم ما في مرونة ما عم شوف في مرونة بينكم ايضا عم شوف انو بالفعل لما تمر العلاقة بينكم بمطرح صعب او لما يكون فيها شدة عم شوف اغلبكم مثل كأنو بيختار يبعد انتو هو بتختارو انو تبعدو او تنفصلو عن بعض او لحتى تتجنبو يعني وجع الراس مثلا للبعض منكم لانو عم شوف العلاقة بينكم ماشي بستركتر معين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة